اشتركوا في القناة لكذا الشاهد لا تجوز له شهادة إلا بعد أن يحلف اليمين حلف اليمين بالله العظيم حلف لو تعلمون زقيل وعظيم وسوف ترون في الصيغة التزاما بالأمانة وبالشرف وبالاستقلال في ممارسة رسالة المحامات وحتجد أيضا حديثا عن المحافظة على سر المهنة وعن تقاريد المهنة الحديث عن المبادئ التي يحرص عليها أو تحرص عليها صيغة اليمين هي في الواقع قوام المحامات وقوام عمد المحامات عشان كده كان كلام زميلي الأستاذ حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين كلام محدد حرص فيه على أن يبين لنا قيمة هذا اليمين ما هيش قيمة شكلية وإنما هي قيمة موضوعية وعشان كده حلف اليمين ليس مجرد ترديل ببغائي لعبارات أو لعبارة اليمين وإنما هو إحساس عميق في الوجدان يعبر عن تيقص كل محامية وكل محام لمعنى وقيمة وأثر هذا القسم الذي يمهد للقيام بأعمال رسالة المحامات الحديث عن هذه القيم يستخدم قياما فلا غناء لنا عن أن أتخير واحد من هذه القيم لأنه النهاردة كمان يوم مزحوم في حلف بعدكم وفيه كمان ورانا مهمة أخرى عشان التوطئة لانتخابات النقابات الفرعية حتحدث إليكم عن معنى الاستقلال اليمين يقول ممارسة أعمال المحامة بالشرف والأمانة والاستقلال ما هو المعنى بالاستقلال معنى هو أن يرسخ في ضمير كل منا في ضمير كل محامية وكل محامية أنه يمارس المحامات باستقلال ومعنى أن تمارس المحامات باستقلال أنك لا تخضع لأي قوة من القوة المادية أو أي قوة من القوة البشرية أو أي قوة من القوة صاحبة السلطة وصاحبة السلطان وصاحبة الشوكة لا أنت في المحامات تقف أمام الله الذي أقسمت به لتمارس عملك باستقلال هذا الاستقلال لن يتأتى لأي واحدة أو واحد منه إلا إذا كان حريصا على أن يوفر لنفسه ولنفسها كل مقومات هذا الاستقلال الطفل لا يستقل عن أبيه وأمه إلا إذا نمى وكبر وعقل ونضب ومن هنا نسمي السن الذي يبدأ فيه أو تبدأ فيه هذه المسؤولية سن الرجل فالاستقلال يستوجب الرشد والرشد المعني هنا رشد أعلى من ما يتوفر في الإنسان حينما يبلغ السن التي يخرج بها من سن المراهقة واللا مسؤولية إلى سن المسؤولية مسؤولية المحامات أعظم وأثقل ومن هنا كان هذا الاستقلال ما هوش كلمة تقال وإنما هو معنى يجب علينا أن نستوعبه كيما أكون مستقلا يتعين أن أكون على كفاءة ويتعين أن أكون على مقدرة ويتعين أن أكون على علم بغير هذه القيم والمعارف والسمات والخصال والسجايا والشمائة المترسخة في ضميري والمعبر عنها سلوكي لن أكون في الواقع مستقلا وإنما سوف أكون خاضعا وربما ذليلا نحن حينما نقول إن المحامات رسالة عظيمة لا نقولها لأننا محامون وإنما نقولها لأن هذا هو الواقع ولو تأمننا في واقع المحامات وتواريخ الأمم سوف نجد أن المحامين كانوا على قمة النضاد الوطني لدى كل شعب من الشعوب وأنهم كانوا على قمم العطاء في الوطني وفي السياسة وفي العلم وفي المعرفة وفي الأدب وفي الصحافة ولو استعرضتم تاريخ الصحافة المصرية وتاريخ الأدب المصري وتاريخ السياسة المصرية سوف تجدون نجوماً لامعة من المحامين في كل ربع من هذه الربوع محاماة رسالة عظيمة والمحام مستقل مستقل حتى عن موكلة لا يتقيد المحامي برأي موكلة لأن رأيه موكلة لو كان كافياً للدفاع عن صاحبه لما أوجب القانون أن يكون له محاماً لم يعد ذلك قاصراً فقط على الجنايات وإنما امتد إلى الجنح وإن كانت إمكانيات الدولة الآن وإمكانيات الظروف لا تسمح بتطبيق النص تطبيقاً كاملاً بانتداب محام لكل متهم في جنحة عجز عن توكيل محام ولكن النص قائم في القانون ليه؟ هذا تقدير من القانون إلى أن الحماية التي تكفل بها المحامية والمحامي هي مسألة لها مقومات غير موجودة لدى الأصير المعرض للحكم عليه بالحبسة أو بالسجنة أو بالإعدام أو المعرض حقه للضياع المحامي استقلي المستقل هو محامي مستقل حتى عن رؤية موكله يعني قد يرى موكله في القضايا المدنية خطاً للدفاع لا يقر المحامي عليه أو المحامي وهذا هو ناتج هذا الاستقلال وناتج هذا الإحساس بالمسؤولية أنت يعني قد تقف أمام محكمة جنايات والمتهم مصمم على الإنكار ولكنك ترى أن هذا التصميم لا يأتي في محله وأن الأدلة في الدعوة دامغة لك مطلق الحرية في خط دفاعك أن تطلب له الرأفة وأن تتحدث في اعتباراتها قد يرى الموكل أن الإنكار هو السبيل وقد أنصحه بأن الإقرار بالواقعة قد يكون فارجاً هناك فارق بين الاعتراف وبين الإقرار الاعتراف واعتراف بالتهمة بكافة أركانها في القانون يعني سأقول أنا قتلت أنا معترف بتهمة القتل أنني قد ارتكبت الفعل المادي أو حرّبت أو اتفقت أو ساعدت عليه وأن ذلك قد اقترن بقصد جنائي عام واقترن أيضاً بقصد جنائي خاص هو نية إزهاق الروح هذه معنى الاعتراف أنك تعترف بالتهمة بكافة أركانها المادية والمعنوية أما الإقرار فقد يكون بواقعة مادية ولا يمتد ليكون إقرار اعترافاً بالتهمة يعني إيه إقرار بواقعة مادية يعني لو حد من حضراتكم سيئة عربية وركب وضرب واحد عوّره أو تسبب في قتله لو القاضي سألك أنت حصل هتقول له حصل القاضي اللي ما يعرفشي والمحمد اللي ما يعرفشي هيعتبر أنه حصل دي يعني بأقرار بالتهمة اعتراف بالتهمة هذا ليس إقراراً اعترافاً بالتهمة وإنما هذا إقرار بالواقعة المادية إن أنا قال لي صدمت وهناك عشان كده في تلاجئوا في قانون الأحكام العسكرية المأخوذ عن القانون الإنجليزي الرد إما مذنب إما غير مذنب ليه؟ لأن كلمة مذنب تعني أنه يعترف بالتهمة بكافة أركانها أتذكر أنني من حوالي 40 سنة يمكن تقريباً سنة أواخر 81 أواخر 81 يعني 20 سنة في محاكمة قتلة ألمار السادات رحمه الله وكنت أترافع عن المتهم الأول خالد لاستنبول فرئيس المحكمة كان عميد دكتور اسمه سمير فاضل فسأل المتهم قال له بعدما قرأ الاتهامات قال له حصل فالمتهم قال له حصل فقال له ثبت اعترف بالتهمة فقمت أنا اعترفت قلت له ليس هذا اعتراف بالتهمة وإنما اعتراف بواقعة أو إقرار بواقعة مادية أن الواقع حدثت فطبعاً كل الصحفيين الأجانب والمصفيين ما فهموش ما معنى كلامي أن ما أخذه رئيس المحكمة على أنه اعتراف ليس اعترافاً زي ما قلتلكم بالظبط أنت دربت الراجل ده بالعربية أو تقول حصل إنما من اللي غلطان وقد يكون الحادث نتيجة خطأ من المجن عليه يبقى إذن كلمة حصل لا تعني إلا الإقرار بواقعة التصادم ولكن الإقرار بالذنب زي ما يقول قانون الإحكام العسكرية والقانون الإنجليزي أننا الواقع حصلت وأنا اللي مخطئ عشان كده هناك فارق جوهري بين الاعتراف وبين الإقرار الاعتراف اعتراف بالتهمة بكامل أركانها والإقرار هو إقرار بواقعة مادية إيه اللي يوفرنك الكلام ده كله هذه الاستقلالية وقد ترى أن تنصحها متهماً بدلاً من إنكار الواقعة برمتها تقول له أقر أو قر بالإيه بالواقعة المادية حتى نستطيع أن نتحدث في ركن الخطأ لأنك إن لم تقر بالواقعة المادية قد يترتب على هذا حرمانة من أوجه دفاع أرى أنها لازمة لك لأنه ساعات الإنكار الكامل بقى كده هتكلم عن الدفاع الشرعي إزاي صحيم حكمة النهادة قالت أن الإنكار إنكار التهمة لا يمنع من التساند إلى الدفاع الشرعي وهتقول أنه على فرض من الوقت إنما حيبقى دفاعك واهي ها لما يكون فيه إنكار للواقعة حيبقى دفاعك واهي مفتعل ها يعني يحس القاضي أو تحس المحكمة أنه دفاع لا يصل إلى وجدانها فتعتسف أي أسباب لرفض الدفاع بالدفاع الشرعي في حين الإخرار بالواقعة المادية وبيان أسبابها وبيان معاذرها وبيان أحوالها وبيان ظروفها وأسبابها يفتح مجالات للحديث عن حالة الضرورة أو للحديث عن الدفاع الشرعي الخاص أو العام كل هذا الكلام لا يمكن للمحامية أو المحامي أن يمارسه إلا إذا كان مستقلا في ممارسته للمهنة هذا الاستقلال لا يتوفر لا للمحامية ولا المحامية إلا بناءا على ما يحشده في عقله وقلبه ووجدانه من معارفة ومعلومات في القانون وفي غير القانون ففضلوا بقى أن نقسم اليمين وقوفا أقول لكم الصيغة وترددوها من ورائه ونريد أنا وزميل الأستاذ الأمين العام حسين الجمال أن نرى القاعة بترتج في حلف اليمين أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحامية بالشرف والأمانة والاستقلال وأن أحافظ على سر المهنة وتقاليدها وتقاليدها وأن أحترم الدستور والقانون وأن أحترم الدستور والقانون قالوا ستهاني لكم جميعا